اشتركوا في القناة ازاي بنشتغل في كل قسم وازاي نتدرب عليه في الاقسام بتاعتنا عشان اما نيجي نشتغل ان شاء الله يبقى عندنا ايه هي المسئوليات ايه هي المهام الحقوق بتاعتنا كل حاجة نعرفها ان شاء الله النهاردة بدايتنا مع اقسام الفندق اقسام الفندق تتكون من اول حاجة الادارة الادارة دي هي حاجة مهمة جدا هي اللي بتقاب بتديلي الفندق بتديرلي الفندق بشكل جيد الادارة بتاعت الفندق لازم تكون على قدم وصاق في مع جميع الاقسام كلها عشان الفندق يحقق الاهداف بتاعته بعد كده المكاتب اللي هو اللوبي المكاتب اللي هي الامامية اللوبي خدمة الادوار اللي هو الاشراف الداخلي قسم البيضات قسم الصيانة وهكذا والمغزن والمطبخ والمغزن المأكولات والمشروبات والمطعم والحسابات هنعرف كل قسم بيتكلم عن ايه ومسئوليات كل قسم ومهام كل قسم اول قسم عندنا ادارة اقسام الغرف ايه هي ادارة اقسام الغرف يعني ايه ادارة اقسام الغرف يعني احنا بندير الغرف ازاي بداية ادارة الاقسام بتاعة الغرف ازاي اول حاجة عندنا المكاتب الامامية المكاتب الامامية دي بداية دخول العميل لان العميل طبعا اول ما بيدخل بيدخل على المكاتب الامامية وبيسجل البيانات بتاعته في الاستقبال الاستقبال بياخد جميع بيانات العاملين وبيبدأ يشتغل على البيانات بتاعت العميل وبيحجز له الغرفة اللي هو عايزها على حسب طلب العميل بعد كده الاستعلامات وصرف المكاتب الامامية صرف المكاتب الامامية اللي هو بيعمل زي بياخد منه الفلوس بيشوف معاه حاجة عايز يحطها في الامانات وهكذا بيشوف الحساب بتاعه ايه لان طبعا الحساب بتاعه اللي هو الصرف بيحسبه على جميع الخدمات اللي بيستخدمها فين في الفندق لان احنا قلنا الفندق اي خدمة بتقدم للنزيل او للعميل بياخد عليها ايه بياخد عليها فلوس خلاص يبقى الصرف ده هو ده اللي بياخد الفلوس من العميل بعد ما ايه بعد ما بيستخدم اه جميع الايه جميع الخدمات بتاعته بعد كده المدير الليلي والمدير المناول المدير الليلي اللي هو بييجي بالليل اه طبعا المدير اللي هو العام اللي هو بيبقى بالنهار طبعا مش هيقعد طول النهار بيقعد ايه بيقعد الفترة بتاعته اللي هي الصباحية وبعدين اه بعد كده بيناوب اه مدير له اه بيبقى في الفترة الليلية عشان لو فيه اي مشاكل في فترة الليل طبعا لازم يكون فيه ايه يكون فيه مدير بالليل قسم الاشراف الداخلي اللي هو مسؤول عن الغرف وعن نظفتها وعن البيضات بتاعتها وعن كل حاجة في الغرفة والاشراف الداخلي بياخد العميل من اول يعني بداية اللوبي السلالم وهكذا ده قسم الاشراف الداخلي وطبعا الاشراف الداخلي ده اهم حاجة عنده الغرفة بتاعت الايه العميل والخدمات بتاعت الايه العميل يعني اكتر واحد بيشتغل مع العميل الاشراف الداخلي لانه بيشتغل بشكل ايه مباشر مع العميل بعد كده قسم الغسيل والكي قسم الغسيل والكي ممكن بياخد الغسيل بتاع العميل او الغسيل بتاع العاملين اللي موجودين فين في الفندق وبيقوم بغسلها وكياها وبعدين بعد كده بيوزعها بعد كده قسم الامن اللي هو مسئول عن الامن العام في الفندق وده بيبقى طبعا بيبقى فيه ورديات للامن عشان يبقى الامن بصفة مستمرة فين في الفندق قسم الاشراف الداخل هنبدأ بقسم الاشراف الداخلي وكل قسم هنعرف فيه التسلسل بتاعه التسلسل الوظيفي ايه هو التسلسل الوظيفي في الاشراف الداخلي طبعا كل قسم بيبدأ المشرف على القسم اللي هو يعتبر المدير في القسم المشرف على القسم او مدير القسم بيبقى هو بيبقى مسؤول عن القسم ككل وبيبقى مسؤول عن جميع العمليات اللي موجودة في القسم من تدريبات العاملين وهكذا كل شغل القسم هو بيبقى مسؤول عنه بعد كده مساعد المدير مساعد المدير ده اللي هو بيناوب المدير اللي هو بيساعده يعني فعدم موجود المدير هو بيبقى موجود نيابة عن المدير الأساسي ثالث واحد رئيس مشرف الغرف رئيس مشرف الغرف اللي هو بيبقى مسؤول عن الغرف ككل بس مش غرف الفندق كلها لأ بيبقى مشرف الغرف بيبقى فيه ادوار متحددة لكل مشرف غرف بيبقى مثلا عندنا مثلا مشرف غرف الدور التاني مشرف غرف الدور التالت وهكذا يبقى كل دور بيبقى ايه مسؤول عنه مشرف ايه مشرف غرف بعد كده مشرفات الغرف مشرفات الغرف دي بتبقى مسؤول عن الغرفة ككل البيضات بتاعتها النظافة بتاعتها وهكذا بتبقى مشرفة على الغرفة بتشوف الغرفة دي الشغل فيها صح ولا فيه تعديلات الناس اللي شغلين شغلين صح ولا بيبقى فيه تعديلات بعد كده عمال النظافة عمال النظافة دول بيبقوا موجودين برا الغرفة عمال النظافة دول بينظفوا مثلا السلالم المصاعد اللي هو بتاعت وهكذا لان عمال النظافة دول هم دول مسؤولين عن نظافة الفندق بايه بشكل عين يبقى الشكل العام للنظافة مسؤول عنهم مين عمال النظافة من اول الباب بتاع الفندق لحد الطرقات والسلالم كل حاجة موجودة فين في الفندق مسؤولة عن نظافتها يبقى عمال النظافة دول مسؤولين عن نظافة الفندق ايه ككل رئيسة قسم البيضات دي مهمة قوي في قسم الاشراف الداخلي ليه لان قسم البيضات ده بيبقى مسؤول عن جميع البيضات اللازمة للغرف جميع البيضات الموجودة في الفندق ككل ليه مثلا في الغرف بيبقى مسؤول عن الملايات والفوض وكل البيضات اللي موجودة فين في الغرفة موجودة مثلا اللبس بتاع العاملين وهكذا يبقى جميع البيضات بتاع الفندق مسؤول عنها مين قسم الايه البيضات يبقى في قسم البيضات ولها رئيس يبقى كل حاجة لها مشرف ولها ايه ولها رئيس وفي الآخر خالص مين اللي بيبقى مسؤول عن القسم بيبقى مسؤول عنه مين مشرف الايه قسم الاشراف الداخلي اللي هو بيبقى بقى ايه المدير المدير بتاع القسم بعد كده المدير ده بيعمل زي حصر لجميع الشغل اللي موجود في القسم وبيدي تقرير لرئيس الاقسام ورئيس الاقسام بيدي تقرير لمساعد ايه المدير بعد كده نعرف مسؤوليات مدير قسم الاشراف الداخلي المدير بيعمل ايه اول حاجة طبعا اي مدير في اي مكان بيشتغل على الاعمال الادارية الاعمال الادارية يعني ايه الاعمال الادارية يعني حضور وانصرف اه مثلا الورديات بيشوف مثلا الوردية مثلا في عندنا اه اه فيه كساد ولا فيه ركود ولا فيه اه رزروة في الفندق بيعمل الورديات على حسب الايه الموسم بتاعنا في الفندق اه اه كل حاجة يعني بيعمل جميع الايه الاعمال الادارية اللي موجودة فين في القسم طبعا عندنا كمان حاجة إدارية مهمة قوي 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 في كل القسم اللي هو عمل التأرير التأرير ده بياخده منين؟ من مشرف القسم وبياخده منين؟ من الرئيس المباشر في أي قسم من الأقسام احنا بنتكلم دلوقتي عن الإشراف الداخلي يبقى احنا بناخد التأرير من مشرف قسم الإشراف الداخلي وبعد كده مش في قسم الاشراف الداخلي بيديه للمدير المسؤول عن الاشراف الداخلي بعد كده بيعمل جداول وورديات العاملين يبقى بنعمل جدول كده للعملين وبنعمل الورديات على حسب الموسم بعد كده بنعمل التقارير التقارير ومصاريف القسم التقارير بناخدها منين من الاقسام مراجعة كشف الحضور والانصراف والمغادرة يبقى احنا في مدير قسم الاشراف الداخلي مسؤول عن الحضور والانصراف بتاع ايه؟ بتاع العاملين طبعا اما لقي في التقارير في قصور في مثلا الشغل بتاع العاملين بعمل ايه؟ بقوم بعمل تدريب للعاملين على كيفية التعامل مع الضيوف يبقى انا كده بعمل ايه؟ بعمل تدريب للقصور ليه؟ لان انا شايف الشغل بتاع العاملين في القسم في قصور في ضعف في يعني الناس اللي شغالة بتهضرلي في الخمات يبقى انا اعمل ايه؟ يبقى انا اعمل تدريب للايه؟ للعاملين اللي موجودين عندي طبعا التدريب ده بيجي بعد وقوع مشاكل من مثلا تهدير خمات بعد مثلا مثلا آلة معينة وهكذا المشاكل ديت لازم رئيس القسم يقوم بحل الايه؟ المشكلة دي ممكن بالتدريب او ممكن بايه؟ باعادة سياغة الايه؟ العاملين اللي موجودين يعني ايه؟ اعادة سياغة العاملين ان انا لو مش لاقي العاملين دول بيشتغلوا بشكل كويس ممكن اجيب عاملين غيرهم او اقوم بعمل ايه؟ بعمل يعني اعلان ان انا اقول ان انا عايز عاملين جدد لهم ايه؟ عندهم خبرة في قسم الاشراف الداخلي بعمل ايه؟ بعمل تحفيز لهم عشان يدوني احسن حاجة عندهم لان طبعا اما انا الاقي مشاكل بتحصل من العاملين يبقى انا يا اما اشوف ايه المشكلة دي اساسها وبعدين احلها اشوف اساسها ايه؟ لان ممكن اساسها يبقى التدريب يبقى اضربهم لو مشكلة في العاملين نفسهم بعمل ايه؟ بغير العاملين تمام كده؟ بعد كده اجراء الاسعافات الاولية اجراء الاسعافات الاولية دول ممكن يكون للعملين نفسهم او ممكن يكون لمين؟ ليه الناس اللي موجودة اللي هم الضيوف لان ممكن يحصل مثلا اضيف من الضيوف حصل له مثلا كومة سكر أعمل إيه أستنى لحد لما الإسعاف تيجي لا يبقى أنا بعمل إيه بعمله إسعافات أولية لحد ما إيه لحد ما الإسعاف ييجي وبعدين ياخد العملي طبعا العاملين دول بيبقى عليهم عطق كبير جدا لأن التعامل بيبقى مع العميل بشكل مباشر يعني أنا لازم ألاحظ احتياجات العميل من غير ما يتكلم يعني أنا أقول العميل ده عايز كذا من غير ما العميل يطلب يبقى أنا الخدمات بتاعته بقدمها له من قبل ما إيه ما يطلبها أعطاء التعليمات للمشرفين طبعا مدير القسم لازم هو المسؤول عن القسم يبقى هو المسؤول عن إيه التعليمات اللي بتصدر للإيه للعاملين اللي موجودين في حالة بالإيه بالغرف يعني إيه عاملك يشوف حالة للغرف مثلا الغرف المدير الليلي بيعمل زي تشك كده للغرف إيه بقى حالة الغرف دي يعني كم غرفة فاضية كم غرفة محجوزة كم غرفة هتفضى مثلا بكرة وهكذا يبقى دي حالة الإيه حالة الغرف والغرف مثلا اللي عايزة عايزة مثلا تاكل وجبة وجبتين طلبات الغرف عاملة إزاي وهكذا ليه؟ عشان أحدد المبيعات بتاعتي بتاعد الإيه؟ بتاعد الفندق يبقى حالة الغرف بتديني حجم المبيعات اللي موجودة فين؟ في الفندق بعد كده مسئوليات قسم مساعد مدير الإشراف الداخلي المساعد إحنا قلنا المساعد بيعمل ايه؟ بيشتغل شغل المدير بس في حالة ايه؟ في حالة غيابه يبقى بشتغل في حالة ايه؟ في حالة غياب المدير أو باخد الشغل واشوف الأهم فالمهم بشوف الشغل بتاعي ايه المهم؟ واقول إنه المدير يشتغل ايه؟ يشتغل عليه يبقى الاشراف على جميع الاقسام بالذات الاشراف الداخلي طبعا لانه هو مساعد مدير الاشراف الداخلي بشرف على مشرف الادوار وبشوف الشغل بتاعه معامل ازاي ولو في قصور او في مشاكل بحلها طبعا مساعد المدير بيساعده في الاعمال بتاعت المدير طبعا المدير ما بيقومش بجميع الاعمال كلها لقى المساعد بيقوم بممكن جزء من الشغل الاداري والمدير العام بيقوم بايه بباقي الاعمال اللي موجودة في القسم مشرفي الادوار ايه بقى مشرفي الادوار دول بيعملوا ايه طبعا احنا قلنا لازم نعرف مسئوليات كل قسم وكل عامل من العمال ايه هي المسئوليات بتاعته عشان نختار الشغل بتاعنا صح نشوف احنا بنعرف نشتغل ايه ونشتغل مشرف الادوار مشرف الادوار ده مسئوليات ايه الاشراف على مشرفي الغرف احنا قلنا مشرف الادوار اللي هو ايه دور معين الدور مثلا بيبقى فيه اه مثلا اجنحة بيبقى فيه غرف ايه هي الغرف دي وايه هي الاجنحة وعددها وجده يبقى هو المسئول عن ايه عن الغرف دي يبقى بيشرف على الغرف دي بعد كده بيبقى بيتابع النظافة نظافة الغرف يبقى مشرف الادوار بعد ما اه مشرف الغرف بينظفه بيعمل ايه بيشرف على النظافة بتاعت الايه بتاعت الغرف اتأكد من معدم وجود اي اتربة طبعا اما بيدخل الغرفة وبيلاقي مثلا فيها قصور في حاجة معينة فيه تراب هنا فيه مثلا حاجة معطلة فيه فيه حاجة معينة في الغرفة ما فيش مثلا الفوط مش نظيفة الارضيات مش ممسوحة كويس وهكذا يبقى ده بيعمل ايه بيشرف على نظافة الغرفة بعد ايه مشرف الغرفة التأكد من توافر اه كل حاجة موجودة في الغرفة زي ايه مثلا الكابريت لان طبعا بيبقى فيه الغرف بيبقى فيه اه ساعات اه اه ناس عايزة تولع شمع ناس عايزة تولع حاجات معينة بيبقى فيه ايه اه كابريت طفاية شمع اه اه الشمعات اللي موجودة عشان يحطوا عليهم الهدوم بتاعتهم اه طبعا بيشيك على قائمة الايه الغسيل كمان متابعة السجاد والستاير والاساس طبعا متابعة الحاجات دي يعني ايه اشوف مثلا الستاير اتنظفت ولا لأ الغرفة تهوت ولا لأ السجاد نضيف ولا لأ فيه بقع ولا لأ الاساس فيه عليه اتربة فيه عليه اي مشكلة من المشاكل موجودة في الغرفة اه في الاساس بتاعها يبقى انا ايه لازم اعمل ايه اكتب التقرير بتاعي ان مشرف الغرفة ده مقامش بايه بالشغل بتاعه او ادي تعليمات للمشرف بتاع الغرفة ادخل اعمل الحاجة دي تاني يبقى انا كمشرف دور بدخل اه 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 انظف تاني يعني اه اشوف النظافة بتاعت الايه بتاعت المشرف بتاع الغرفة عشان لو فيه قصور عشان العميل مايجيش يقول لي ايه لا اده انت فيه فيه حاجة ده ده السجادة مش نضيفة لا ده فيه تراب في الحتة الفلانية لا ده فيه حاجة مش مش موجودة ده القضا متهوتش وهكذا جيب انا بعمل ايه بعمل اه اه بشرف على مشرف الايه مشرف الغرف مشرف الغرف مسئولياته ايه بقى يعني انا قلت ايه مشرف الايه الطرقات مشرف الغرف بقى بيعمل ايه بيدخل التخلص من الروائح في الغرفة يعني لو العميل بيشرف سجير بعمل ايه بهوي الغرفة بمثلا الريحة الريحة لو مثلا فيه ريحة كريهة برش برش بري بشوف ايه سبب الريحة اللي مش مش طبيعية في الغرفة دي بعمل ايه بتخلص من الحاجات اللي هي ايه بتطلع لي الايه الروائح الكريهة دي. طبعا ممكن الريحة دي تبقى من العميل لما بيشرب سجار او بيشرب حاجة معينة بفتح الستاير وبعمل ايه تهوية للغرفة. تغيير البيضات الغير نظيفة. ايه البيضات اللي موجودة في الغرفة? البيضات اللي موجودة في الغرفة اللي هي مليات السرير والخدديات والفوت والبشاكير والبرنوس والحاجات اللي هي الايه بيستعملها الايه? العميل. تنظيف الارضيات. تنظيف الارضيات طبعا الغرفة من اول ما بتدخل من الباب فيها ارضيات. فيها سجاد. فيه ارضيات للحمام. فيه كذا ارضية لازم ايه? انا اضافها. كل ارضية بتختلف تنظيفها عن الارضية التانية. يعني السجاد بستخدم لها حاجة مثلا المكنسة بستخدم الجروف والمقشة الصغيرة. البلكونة بستخدم لها حاجة معينة. الحمام بستخدم له ادوات التنظيف بتاعتها. وهكذا. يبقى كل ارضية لها ايه? ادوات تنظيف مختلفة عن ايه? الارضيات المختلفة. رفع جميع المهملات ونظافة الاساس. جميع المهملات اللي هي موجودة في سلة المهملات. لو اضيف حطة السلة. السلة مليانة. لازم ايه? لازم اقوم بتفرغها وتنظيفها وتغيير الايه? الكيس بتاعها. لو مثلا الضيف مع اطفال صغيرين وموقعين حاجات في الارض وفي يعني مثلا ورق او اكل او اي حاجة موجودة في الارض. بقوم بشيل الايه? المهملات ديت. وبعمل ايه? عملية نظافة للغرفة بصفة ايه? بصفة عامة. اتأكد من رفع الثواني والافطار اللي موجود فين في الغرفة. تنظيف الحمامات اه 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 يعني الحمام لازم ادخل الحمام الاقي نظيف ولاقي ريحته حلوة يبقى الحمام لازم يبقى مكتمل بايه? بنظافته. كل حاجة في الحمام البيضات بتاعته متغيرة الارضيات ممسوحة الحمام ككل ايه? ككل نظيف. ما لقاش مثلا الحود الاقي فيه بقع او اصفرار او مثلا فيه بقع على المراية مثلا يعني يبقى فيه ايه? نظافة بشكل ايه? بشكل عام للحمامات. مراجعة محتويات الغرفة اه المحتاجة للاصلاح او السيان اه مثلا انا دخلت الغرفة اه قبل ما ييجي العميل اه او بعد العميل ما مشي لقيت العميل ما بوز التكيف بس هو ما قالش ان التكيف بوز. يبقى انا بعمل ايه? بعمل تقارير لمشرف الدور عشان يعمل لي ايه? يصلح لي الايه? يصلح لي التكيف ده. اه مثلا فيه جهاز من الاجهزة فيه تلفزيون مثلا في الغرفة. اه بقول له التلفزيون اه بعمل التقارير بتاعي التلفزيون فيه مشكلة ومش شغال. اه يبقى بعمل ايه? بعمل صيانة للايه? ليه? الحاجات اللي موجودة فين في الغرفة. والابلاغ عن المفقودات. ايه المفقودات ديات. اما العميل بيبقى موجود في الغرفة اه بعد ما بيمشي انا بدخل انا انت في الغرفة. العميل مسلا نسي حاجة معينة في الغرفة. مسلا نسي شنطة فيها حاجات مهمة او شنطة. او مثلا الست مثلا اللي كانت موجودة نسيت خاتم نسيت اي حاجة كان وقع في الارض كانت موجودة على التسريحة ايا كان المفقودات باخد المفقودات ديت وبعمل بها تقرير ان انا مثلا في الساعة الفلانية في الوردية الفلانية واسمي كذا لقيت المفقود ده في غرفة كذا وبديها مين لمشرف الايه لمشرف الدور يبقى انا بعمل ايه بعمل تقرير عن المفقودات بتاعتي وبسلمها المين لمشرف الدور القسم فيه شغل كتير من اهم الشغل اللي موجود عندي اللي هو قسم الايه قسم البيضات قسم البيضات ديت لها رئيس قسم لها رئيس قسم او مدير قسم البيضات ايه مسئوليات رئيس قسم البيضات ديت اول حاجة بستلم البيضات من جميع الاقسام اللي موجودة في الفندق ايه الاقسام غير الغرف مثلا قسم الحفلات فيه بيضات فيه مفروشات وفيه حاجات من الحاجات دي المطعم ما هو فيه برضو فرش وفيه ايه وفيه اه 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 الحاجات بتاعت التربيزة اه النابكة بتاع العميل اه المفرش بتاعت التربيزات وهكذا يبقى انا عندي البيضات مش موجودة في الغرف بس يبقى البيضات موجودة فين في جميع الاقسام اللي موجودة فين في الفندق اه تسليم البيضات المتسخة المتسخة طبعا بعد ما اخد البيضات المتسخة ديت باخدها بوديها فين لقسم الغسيل والكي ليه عشان قسم الغسيل والكي يقوم بغسلها وكيها عشان اخدها منه بعد كده واسلمها للأقسام اللي انا اخدتها منها تسليم ملابس العاملين طبعا العاملين اللي موجودين في الفندق بيبقى لهم زي موحد زي الموحد ده الفندق بيوفروا للعاملين وبيسلموهم اللبس بتاعهم وكل وردية بتستلم اللبس بتاعها بشكل دوري مخصول ومكوي بشكل دولي مسؤول مدير المخسلة المخسلة ده احنا قلنا بيعمل ايه بياخد من رئيسة قسم البيضات الشغل المتسخ اللي عندها والبيضات المتسخة عندها عشان يغسل ايه يغسل البيضات ديت ويقوم بايه بغسلها وكيها يبقى اول حاجة مدير المخسلة ده لازم يعرف المكانات اللي موجودة عنده بتشتغل ازاي لان المكان اللي موجود في قسم الغسيل والكي ده مكان بألاف الجناهات لو انا دلوقتي مش عارف اشغل مكانة غسيل او مكانة كوي طبعا المكان بتاع الغسيل والكوي اللي موجود في الفندق مش ده اللي عندنا في البيت الصغيرة كده لا بيبقى مكان كبير ومكان كوي كبير ومكان غسيل كتير كبير قوي لان ايه بياخد الغسيل بتاع الفندق كله بيحطها فين في الغسلة لو الغسلة صغيرة هدبقى ايه هدبقى هيعمل كذا برنامج وهكذا لا انا بجيب غسلة كبيرة وبتوفر لي في الوقت وبتوفر لي في الخمات وبتوفر لي في حاجات كتير يبقى انا باخد ايه باخد البيضات بتاعة الفندق كله وباخسلها ايه عندي يبقى انا لازم يكون عندي معرفة للمكانات دي لان انا ممكن لو مش متضرب على المكانات دي او مش عارف بتشتغل ازاي ممكن وانا بشغلها تتحرق مني ممكن تتعطل بس بعد كده هيقوم بصيانتها ويبقى انا كده بهضر ملل ايه للفندق في الايه في الشغل بتاعي طبعا اما اجي شغل المكانة بتاعتي لازم اعرف ايه كيفية الايه الغسيل والكوي بتاعتي وكل نوع من انواع الاقمشة بيبقى له طرق غسيل وطرق كوي فين في الغسيل والكوي بتاعتي عشان اه لو غسلت مثلا الحرير على درجة عالية من اه من الحرارة بتعمل ايه بتعمل اه بتعمل اه البتاع الاقمشة بتبوس يبقى انا بعمل ايه يبقى انا بشوف درجة الحرارة المناسبة لل اقمشة بتاعتي وبشوف المكانة بتشتغل ازاي وبازبط الايه المكانة بتاعتي واكوي على درجة الحرارة المناسبة لنوع القماش بتاعي بعد كده متابعة تشغيل المكانات متابعة تشغيل المكانات بتبقى من زبط درجة الحرارة بشوف البرنامج بتاعها وهكذا على حسب نوع القماش تقليل المصاريف بالقسم انا بقلل المصاريف بالقسم من كذا حاجة اول حاجة ان انا المكانة بتاعتي ما بوصل المكان بتاعي لان انا متضرب عليه وعارف بيشتغل ازاي الخامات بتاعتي ما هتضرش فين في الخامات بتاعتي لان لو هتضرت في الخامات يبقى بصرف يبقى بعمل ايه بزود المصاريف بتاعتي وما باخدش ايه وما باخدش العائد اللي بيجيلي من المصاريف بتاعتي دي تمام؟ بعد كده تدريب العاملين ومتابعتهم انا بضرب العاملين بتاعي لما بلاقي فيه مثلا مكانة جديدة جاية هم مش عارفين يشتغلوا عليها باخدهم بضربهم عليها عشان المكانة مت ايه؟ متبصي اه بضربهم عليها اه لو بلاقي مثلا فيه قصور او القماش بتاعي بيبوز او حاجة بتبوز فيه الغسيل والكوي بتاعي او فيه مثلا اه يعني بيغسلوا بطريقة مش مش كويسة الغسيل مش نضيف وهكذا يبقى انا بضرب العاملين بتاعي لما بلاقي مشاكل بتحصل فين في القسم الابلاغ عن الصيانة في حالة عدم اه 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 وجود مشاكل يبقى اه وجود مشاكل بعمل ايه صيانة ليه؟ لان المكانة بتاعتي ايه؟ المكانة بتاعتي مش شغالة يبقى انا بعمل لها ايه؟ بعمل لها صيانة واللي الصيانة دي بتيجي من ايه؟ من تبليغ اه رئيس قسم المخسلة بيبلغ من؟ مشرف الايه؟ مشرف الاشراف الداخلي اللي هو المدير بتاعي الاشراف الداخلي بيعمل لي ايه؟ صيانة للالات بتاعتي دي التعاون مع قسم الاشراف الداخلي اه طبعا قسم الاشراف الداخلي بيبقى فيه تعاون مباشر ما بينه وما بين قسم الاشراف الاشراف الداخلي اه بقسم المخسلة لانه يعتبر تعاون اه وصلة مباشرة ما بينه وما بين العميل لو قسم الاشراف الداخلي قال له لا انا مليش دعوة بال highlights لأ انت ليه دعوة اه ليه لان انت بتاخد المشكلة بتاعة العميل لما يقول لك إيه الشاكت بتاعي بوز من اللي هيوصل لقسم الغسيل والكي المشكلة دي الاشراف الداخلي لأنه بياخد من الغرفة البيضات بتاعتها وبيروح إيه يوديها لقسم البيضات والغسيل والكي عشان يخسل الحاجة دي لو في مشكلة قسم الاشراف الداخلي هو اللي هيوصل المشكلة دي لقسم الغسيل والكي المحافظة على الاوراق الخاصة بالمخسلة ايه الاوراق الخاصة بالمخسلة ديت اللي هي الوارد والصادر ومثلا الكروت بتاعة العمل النزلاء الكروت دي عبارة عن ايه الكارت عبارة عن الغرفة وعدد البيضات اللي موجودة مثلا من غرفة كذا مثلا في الساعة الفلانية يبقى الكارت بيبقى موجود فين مع الغسيل بتاع العميل يعني مثلا العميل مع جاكت مثلا مثلا منطلون وهكذا بيعدله الحاجات ويكتبها فين في الكارت دا ويحطه في قلب الكيس طبعا الكارت دا لو اختلط مع غرفة تانية بيحصل ايه بيحصل مشاكل مع العملاء بعد كده عمل اختبارات للعملين المشرف بتاع الغسيل والكي لازم هو اللي يختبر العاملين الجدد ليه لان هو اللي مسؤول عن القسم وهو اللي عارف كل الشغل اللي في القسم معمولي ازاي طبعا انا لو مش عندي فكرة عن القسم اجي مثلا اعمل اختبار للناس اللي جاي شغال هعرف اشتغل معاهم هعرف اختبرهم لا مش هعرف اشتغل معاهم ولا هعرف اختبرهم يبقى انا لازم يكون عندي فكرة عن الشغل بتاع القسم عشان ايه عشان اعرف اشتغل في القسم واعرف اشرف عليه واعرف اعمل ايه اعرف اعمل اختبارات للعملين الايه الجدد بعد كده ادارة الاغذية والمشروبات ادارة الاغذية والمشروبات ده بقى قسم غير قسم الاشراف الداخلي خالص ادارة الاغذية والمشروبات ده مسؤول عن جميع الاغذية والمشروبات اللي موجودة فين في الفندق ايه بقى الاقسام بتاعت ادارة الاغذية والمشروبات قسم ادارة الاغذية والمشروبات موجود في اماكن الخدمة اللي فيها ايه اغزية ومشروبات زي ايه المطاعم خدمة الغرف الكافتريات الاماكن اللي موجود فيها تقديم المشروبات الحفلات الملها الليل ليه دا كلهم لان الحاجات دي الاماكن دي هي دي اللي بي ايه بيتقدم فيها اغزية ومشروبات يعني انا مثلا عندي حفلة هقدم فيها ايه اكل وشرب عندي مثلا خدمة غرف بعمل ايه بقدم فيها اكل وشرب عندي مطعم بعمل ايه بقدم فيه اكل وشرب يبقى اماكن الخدمة بتاعت العميل اللي بتقدم فيها اغزية ومشروبات دي مسؤول عنها مين ادارة الاغزية والايه والمشروبات تاني مكان عندنا المطابخ المطبخ طبعا مسؤول مسؤولية كاملة عن الفندق ككل لان المطبخ هو اساس الايه الاغزية والمشروبات فين في الفندق مين اللي بيودي الاغزية والمشروبات في المطعم المطبخ مين اللي بيودي الحفلات المطبخ بيعمل اغزية والمشروبات وبيقدمها المين للحفلات يبقى قسم الاغزية والمشروبات اساسه ايه المطابخ يبقى المطبخ ده طبعا تغزين الاغزية والمشروبات والحاجات دي كلها قسم الأغذية والمشروبات هو المسؤول عنها والمطبخ هو مسؤول عن الأغذية والمشروبات اللي فين في الفندق وكاكول قسم التحضير والتجهيز تحضير والتجهيز فين في المطبخ يعني ايه تحضير وتجهيز انا اما باجي مثلا اجيب بقول مثلا ان هعمل مينيو النهاردة فيه مثلا صنيت حاجة باللحمة او بالفراخ وجنبها رز وجنبها سلطات وجنبها مثلا حاجة من لها الحاجات مثلا كنافة اي حاجة من الحاجات اللي هي الحلويات بعمل ايه طبعا الشيف المسؤول عن المطبخ بيعمل قايمة انا محتاج كذا وكذا 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 من المغزن بعد ما بيجي من المغزن بيروح قسم التحضير بياخد مثلا البصل يقشره بياخد الفراخ ينظفها كويس بيخسلها كويس ويقطعها ويوديها بشكل جاهز لمين للشيف عشان يقوم بايه بطبخ بطبخ ان هما ياخدوا قسط من الراحة ويأكلوا ويشربوا فين في المكان من ضمن الحاجات دي برضو العاملين اللي موجودين في قسم الاخذية والمشروبات بياخدوا قسط من الراحة وبياخدوا ايه بياخدوا مثلا سندوشات مثلا عصير اي نوع من انواع المشروبات بيقوموا بايه بيقوموا بتخدمها للعاملين في الكافيتيريا دي طبعا الكافيتيريا دي مش موجودة في ادارة الاخذية ومشروبات بس لأ في جميع الاقسام اللي موجودة فين في الفندق بعد كده قسم الاخذية والمشروبات ده مسؤولة عن ايه ها زي ما احنا قلنا مسؤولة عن ايه اول حاجة جميع الاخذية والمشروبات اللي موجودة فين في الفندق يبقى انا مسؤول ان انا جيب الاخذية والمشروبات دي من السوق يبقى انا بعمل ايه دراسة للسوق ليه بعمل دراسة للسوق اول حاجة عشان اشوف التكلفة بتاعتي قد ايه يعني انا مثلا نازل السوق معي 100 جنيه عاز اجيب حاجات من السوق بس على قد 100 جنيه دي بح트 ادور في السوق وادرس السوق واشوف ايه الحاجات الامكانيات اللي انا عايزها وايه اللي ستاء اللي انا هروح اجيبها بس المال جينيه دي كافيني اجيب الحاجات دي يبقى انا بعمل دراسة للسوق واشوف اجود حاجة وايه وانضف حاجة وايه والسعر المناسب لي على حسب الايه حجم المبيعات اللي موجودة فين في الفندق بعد كده متابعة دفاتر الحضور والانصراف اللي هي موجودة فين في التقرير اليومي بتاعي مدير الاغذية والمشروبات بيعمل ايه زي ما احنا قلنا اي مدير بيبقى مسؤول عن بيبقى مسؤول عن جميع العمال الالدارية اللي موجودة فين في القسم يبقى بعمل التقرير اليوم بتاعي بالحضور والانصراف بعمل بعد كده بعمل تقرير عن سير العمل بتاعي سير العمل بتاعي يعني ايه في مشاكل في القسم مثلا في الحضور بتاعي ده اتاخر شوية ده ما جايش النهار ده وكذا يبقى انا بعمل ايه بعمل تقرير يومي على السير العمل اللي موجودة عندي فين في القسم بعد كده بعمل عمل اجتماعات دورية لمدير الاقسام مدير الاقسام اللي موجودة في الاغذية والمشروبات اللي هي ايه اماكن الخدمة المختلفة اللي هي الكافيتريات واماكن اللي بتقدم الاغذية والمشروبات والحفلات وهكذا بعمل ايه بعمل اه زي اجتماع دوري للأقسام دي وبشوف ايه هو اه الشغل في القسم في الاقسام دي تشغالي ازاي التقارير دي صح ولا مش صح في مشاكل بتحصل بشكل دوري ولا لا وبعمل ايه اه متابعة للأقسام دي عن طريق عمل الاجتماع بتاعي ايه الدوري التنسيق بين الادارات طبعا ادارة كل قسم من الاقسام دي بعمل عملية تنسيق يعني ايه تنسيق كل الادارات دي بتبقى مع بعض كله بيخدم بعضه يعني كل الاقسام بتخدم بعضها المطبخ بيخدم اه الحفلات المطبخ بيخدم الكافيتريا الكافيتريا ممكن تخدم الحفلات ممكن تخدم المطعم وهكذا يبقى دية بعمل عملية ايه تنسيق ما بين الايه الادارات المختلفة في الايه في قسم لغزية والمشروبات طبعا التنسيق ده من خلاله بعرف الشكاوة بتاع الايه بتاعت الضيوف لان ما بعمل اجتماع وبشوف ايه المشكلة في الادارات ديت بشوف ايه المشاكل اللي ممكن تظهر لي مع العميل ايه المشكلة اللي ممكن العميل يبقى مش راضي مثلا للأكل الاغزية والمشروبات بتاعتي مش كافية في قصور الاغزية والمشروبات مش عاجب العميل طريقة التقديم نفسها مش عاجب العميل حاجة كمان من اهم مدير القسم بيعمل حاجة مهمة اوي 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 عشان ما يحصلش عجز في القسم بتابع المبيعات بتاعتي اليومية والتغزين والمخازن ليه؟ لان انا لو ما تبعتش المغزن وممكن وانا بشتغل في اليوم المطبخ مثلا عايز بيشتغل وعايز مثلا خمات من المغزن يروح يقول له لا ده ما فيش لحمة لا ده انا عندي نص الكمية اللي انت طالبها لا ده انا عندي مش عارف لا ده يبقى ما فيش متابعة خالص يبقى انا لازم اعمل عملية متابعة للمخازن وليه جمال اقسام عشان ايه؟ ما يبقاش فيه قصور وما يبقاش فيه مشاكل عندي فين؟ في قسم الاخزاء والمشروبات اللي هي موجودة فين؟ في الفندق تطوير اداء العمال او تطوير اداء العمل طيب ما هو العمل بيجي من العمال اداء العمل ده العمال لو مش بيشتغلوا بشكل كويس وما بيتدربوش يبقى شغلوهم ثابت يعني انا مثلا بشتغل في فندق معين في طريق التقديم للمشروبات انا متعلمها وقالولي اشتغل بالطريقة دي بس انا وانا في المدرسة في قسم المطعم خدت التقديم بشكل قلطف بطريقة كويسة ممكن اقول المشرف لو سمحت انا ممكن اطور من الشكل كذا والتقديم بيبقى بطريقة كذا يبقى انا ممكن التطوير ده عن طريق ايه؟ العاملين نفسهم او جبت العاملين جدد وعندي مكانة معينة زي اي مكانة بتقدم اي مشروب العمال دول بيقدموا المشروب بشكل دائم بنفس الكيفية ومش عارفين يطوروا من نفسهم باخدهم بايه؟ بدربهم معنا المكانة الجديدة ديت واقول لهم ده فيه تطوير كذا وايه؟ وطور من اداء العمل بتاعي عشان يبقى فيه ايه؟ مبيعات للاغذية والمشروبات بتاعتي لان لو عندي قصور في اداء العمل ممكن الزبون مثلا او الضيف يقول لأ ده طريقة تقديم الاكلة هنا مش حلوة طريقة الاكلة هنا مش حلوة يبقى انا بعمل ايه؟ بعمل تطوير في اداء العمل عشان جذب العميل وايه؟ وزيادة الايه؟ المبيعات بتاعتي متابعة برنامج التدريب التدريب ده بيجي عن طريق الايه؟ المتابعة لان انا بشوف العمال اللي عندي بيشتغلوا ايه؟ بيشتغلوا مثلا بشكل مش جيد بيهضروا في الخمات وهكذا يبقى انا بعمل ايه؟ باخدهم بدربهم وبعمل ايه؟ تدريب مستمر للايه؟ للعملين اللي موجودين عندي المدير برضو بيعمل ايه؟ بينظم العمل ما بين جميع الاقسام بتاعت الاغذية والمشروبات عشان ايه؟ يحل المشاكل اللي موجودة فين؟ في الاقسام ويعمل تنصيق للايه؟ للأقسام ككل طبعا الاقسام بتاعت دارة الاغذية والمشروبات اللي هي ايه؟ اول حاجة قسم المطبخ قسم التجهيز والتحضير والمطعم وخدمة الغرف والكافيتيريا والحفلات وكافيتيرية العاملين دول اهم 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 اقسام في ادارة الاغذية والمشروبات يبقى انا لو ما عملتش تنصيق ما بين جميع الاقسام دي ايه اللي هيحصل؟ هيحصل لي مشاكل بعد كده ايه اللي هيحصل؟ هيحصل لي عدم وجود كم كافي من المبيعات بتاعتي هيحصل لي مشاكل في المخزون بتاعي اللي عندي هيحصل ان العميل مش هيبقى راضي عن التقديم طريقة التقديم مش هيبقى راضي عن الاكل وهكذا يبقى ادارة الاغذية والمشروبات عندي فيها ايه؟ فيها اجزاء كبيرة جدا ومسؤولة يعتبر مسؤولة عن العميل وعن ارضاء العميل بشكل ايه؟ بشكل واضح لان الاغذية والمشروبات دي كل حاجة بتقدم للعميل من ايه؟ من ادارة الاغذية والمشروبات طبعا تجهيز المطعم في بعض النقاط لازم نعرفها النقاط ايه؟ يعني انا اول ما بدخل المطعم كده اول حاجة بشوفها ايه؟ بشوف الشكل العام للمطعم بتاعي الارضيات نظيفة ولا لأ؟ الستار بتاعتي نظيفة ولا لأ؟ شكلها حلوة ولا لأ؟ مريح ولا لأ؟ فيها النور بتاعها الانوار بتاعتها متنسقة مع بعضها لو فيه انوار مثلا مختلفة الالوان طب انا هعرف اكل لو فيه مثلا احمر واصفر واغضر والحاجات دي وانا باكل هتنعكس على الاكل انا مش هشوف الاكل كويس يبقى انا لازم عندي نقط معينة كده براعيها عند تجهيز الايه؟ تجهيز المطعم اول نقطة الارضيات بتاعتي تكون مفروشة بالمكت ليه تكون مفروشة بالمكت؟ لان السراميك والبلاط والحاجات دي بتحب ان هي تتغيسل كل يوم ولو بقع بتتبقع وهكذا وبتلم الدراب وهكذا انما المكت سهل جدا ان هو بالمكنسة وبيتنظف كل يوم اخر اليوم واول الايه؟ اليوم التاني الاخشاب بتاعتي اللي هي الترابيزة الكورسي بتاعي الاخشاب بتاعتي اللي موجودة في المطعم لازم تكون متلمعة كويس عشان ايه؟ عشان اه العميل ما يجيش هو بياكل يلاقي فيه ترابع على الترابيزة يلاقي مثلا في حاجة موجودة على الترابيزة يلاقي فيه مثلا حشرة من الحشرات موجودة طلعاله مثلا من المكت ولا حاجة يبقى انا عندي ايه؟ لازم انضف الارضيات وانضف الايه؟ الأساس بتاعي اللي موجود فين في المطعم الكراسي والمواقد والإضاءة تكون سليمة ليه عشان الضيف وهو قاعد وهو بيأكل الأكل لو فيه أنوار ألوانها مختلفة هيبقى الألوان بتاعة الأكل هتتغير وهيبقى شكل الأكل مش حلو يعني العميل مش هيشوفش شكل الأكل لو في لحمة أو فراخ أو أكل معين ده مرة واحدة بيقلي بصفر مرة واحدة بيقلي بخضر يبقى أنا لازم أحسس الضيف أن الأنوار بتاعتي مناسبة للمكان ده بيأكل يبقى أنا أغير الإضاءات اللي هي بألوان مختلفة ديت وأعملها إضاءة ممكن تكون خافتة ممكن تكون هادية وهكذا عشان الضيف يحس بالهدوء ويأكل بشكل مريح لأن طبعا أهم حاجة في الأكل أن أنت تبقى مرتاح نفسيا وأنت بتاكل بعد كده الإضاءة بتاعتي برضو تكون جيدة يعني إيه ما تبقاش خافتة قوي العامل وهو بيجي جاي يأكل مش عارف يشوف الأكل مش شايف الأكل ما تبقاش نازل قوي لدرجة أن أنا إيه اللي قدامي مش شايفه لأ يبقى الإضاءة ولا علي قوي ولا ألوان ولا إيه ولا خافتة قوي تبقى متوسطة عشان العامل يبقى إيه مرتاح وهو بياكل التكييف طبعا في ناس بتحب تقولك إيه ده في الصيف لازم أعد تحت التكييف والتكييف لازم يبقى إيه على درجة عالي قوي لأن أنا ما بستحملش وبعرق ومش عارفة إيه والدنيا حر أنا داخل المطعم عشان أكل عشان التكييف يبقى أنا بشوف طلب العامل إيه وهو داخل أصلا للمطعم يبقى أنا بشوف طلبه إيه حضرتك تحب التكييف عالي ولا دافي ولا إيه في الشطة طبعا بيبقى إيه التكييف واضي شوية عشان إيه بيبقى الدنيا ساقعة بره العامل بيحب أنه إيه الجو يبقى إيه دافي شوية في الصيف لو العميل ما بيحبش التكييف ما عادوش في مكان التكييف عليه على طول لو بيحب التكييف ما بعادوش عن التكييف خالص يبقى انا بعمل ايه بشوف العميل عايز وبعمله بعمله الطلبات بتاعته كلها مراعاة الالوان والديكور مراعاة الالوان والديكور في الفندق بصفة عامة ده بيبقى حسب التنصيق بتاع الفندق يعني لو في مثلا الفندق في مكان اثري بيبقى الاخصار بتاعتي بتديلي انطباع على المكان بتاع الفندق برضو المطعم نفس الحكاية المطعم لو في الفندق هيبقى ياخد نفس الطابع بتاع الفندق مكان اثري والشكل فرعوني وهكذا كل حاجة ما اجيش مثلا الشكل فرعوني وحط جنبه مثلا ألوان بتدي لي لأ ده الفرعنة ما كانوش كده لأ الفرعنة كان الألوان بتاعته زهية وفي نفس الوقت ما تتعبش العين كانت متنسقة مع بعضها يبقى أنا لازم أعمل ألوان متنسقة مع بعضها ومع المكان ومع الزخارف بتاعت المطعم أو الفندق اللي موجود فيه المطعم ترك مسافة ما بين المواقض للمرور يبقى أنا ما أعملش ما أجي أرتب المطعم بتاعي عايز أحط بقى كراسي وطربيزات كتير عشان أجيب سبان كتير لأ ما ده مش هتعرف تتحرك لأن المائدة لازم تكون فيها على الأقل متر ما بين المائدة والمائدة ليه؟ مثلا أنا أعدى على الكرسي وفيه ورايا تربيزة تانية وفيه مثلا ضيف أعد ورايا وواحد عايز يعدي بالأكل هيعدي إزاي؟ أتخير له ولا أم له ولا إيه؟ يبقى فيه مسافة ما بين التربيزة والتربيزة عشان أنا أعرف أعدي بالأكل بتاعي عشان أعرف أوزع الأكل بتاعي يبقى مش معنى أن أنا عايز أحط تربيزات كتير في المطعم يبقى أنا أكدسه بالتربيزات والكراسي وأنا معرفش أتحرك فيه ولا الضيف وهو ماشي يعرف يتحرك فيه يبقى أنا لازم التربيزات والكراسي فيه مسافات مختلفة ومتبعدة ما بينها عشان يبقى فيه على أكل خصوصية لكل ضيف من الضيوف اللي عندي مثلا ضيف وخطبته بيتكلموا في حاجة معينة أنا قاعد جنبهم التربيزة بتاعتي جنبهم على طول أسمع اللهم ما بيقولوا لا يبقى فيه مسافة إيه؟ للمرور والخصوصية بتاعته الضيف الأدوات بتاعتي في المطعم غير قابلة للصدق إيه الأدوات بتاعتي اللي أنا بستخدمها في المطعم؟ الشوكة والسكينة والمعلقة والسكينة الصغيرة ومعلقة الحلوة وهكذا يبقى دي الأدوات إيه؟ الأدوات بتاعتي اللي أنا بستخدمها فين؟ في المطعم لو أنا جايبها أنواعها رضيقة هعمل إيه؟ بعد كل مدة معينة هغير الإيه؟ الأدوات بتاعتي دي يبقى أنا بعمل إيه؟ تكلفة علي طب ما أنا ليه؟ من الاول اجيب ادوات نظيفة تقعد معايا فترة طويلة ونظفها بشكل مستمر تبقى ايه تبقى شكلها حلو ويبقى المكان يبقى شكله ايه يبقى شكله فيه رونة كده للايه للزبون هو داخل يبقى انا ما اعملش ايه ما اجيبش ادوات بتاعتي اتصدي بعد فترة معينة وايه واشتغل بحاجات رضيئة العميل هو بيأكل يكون ارفان من الادوات انا بأكل بشوكة ومعلقة يعني الادوات دي داخل بقى العميل انا وانا بأكل هأكل بشوكة مصدية العميل طبعا يعني لو مكلشي مش هيجي تاني يبقى انا اعمل ايه يبقى انا اعمل اجيب ادوات بتاعتي معمرة وفي نفس الوقت ما تصديش وعشان ايه التكلفة بدعتي مسئوليات مدير قسم الحفلات مدير قسم الحفلات ده بيبقى مسئول عن جميع الحفلات اللي موجودة فين في الفندق او حفلات لوحدها فيه طبعا فيه قاعات بتبقى تبقى تبقى للايه تبقى الفندق او بتبقى تبقى للايه تبقى قاعات لوحدها ياني تبقى مكان معين خاص بصالات الحفلات مجمعة موجودة في مكان معين فيها كذا صالت حفلات سعق وصغيرة على قاعة كبيرة في قاعات تبقى نقابة معينة تبقى مش عارف مثلا شركة معينة وهكذا يبقى الحفلات بتبقى متنوعة في الاماكن اللي بتقام فيها الحفلة ياما في الفندق ياما تبع نقابات معينة ياما مجمعة في مكان معين بيبقى فيه مدير للحفلات دي بيعمل ايه بقى مدير قسم الحفلات ده طبعا قسم الحفلات ده احنا بنتكلم عن الفندق يبقى القسم الحفلات اللي موجود فين في الفندق طبعا بيعمل ايه بيقابل العميل وبيتفق معاه على العدد مثلا والوقت اللي هيعمل فيه الحفلة والصالة مثلا عايز فيها كم كرسي فيه كم فرد في الحفلة وهكذا يبقى بيقابل العملة بيقابل العملة عشان ياتفق معاهم على كافة الايه كافة الحجوزات بتاعة قسم الحفلات طيب احنا النهاردة بدأنا في قسم الحفلات بس هنكمله الحلقة الجاية ان شاء الله لان انا بدأت لكم قسم الحفلات كده عشان اديكم تشويق في القسم الحفلات هكمل قسم الحفلات معاكم الحلقة الجاية ان شاء الله وكلمنا عن جميع الاقسام اللي موجودة في الفندق وان شاء الله نجمل جميع الاقسام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القسم الحفلات